موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي طلبة الصف العاشر في مادة الرياضيات ودرس الإقتران الأسي والموقف الثاني منه بعد الانتهاء عزيز الطالب من هذا الموقف ستكون قادرا على تمثيل الإقتران الأسي بيانيا وتطبيق التحويلات الهندسية عليه لنبدأ معا في النشاط الخامس من الكتاب المقرر أكمل الجدول الآتي لقيم سين والإقتران قاف السين يساوي نصف السين ثم أرسم منحنى الإقتران عندما سين تساوي ثلاثة نصف أس ثلاثة حسب قوانين الأسس تساوي واحد أس ثلاثة على اثنان أس ثلاثة وتساوي ثمن نصف أس اثنان ماذا تساوي؟ أحسنتم تساوي ربع نصف أس واحد تساوي نصف ونصف أس صفر أي عدد أس صفر يساوي واحد ماذا عن نصف أس سالب واحد؟ تساوي عزيز الطالب بحسب قوانين الأسس واحد أس سالب واحد على اثنان أس سالب واحد وتساوي اثنان على واحد وتساوي اثنان نصف أس سالب اثنان رائعيا تساوي أربعة نقوم بتمثيل النقاط على المستوى الديكارتي أولا ثلاثة والثمن ثانيا اثنان وربع واحد ونصف صفر وواحد سالب واحد واثنان وسالب اثنان وأربعة نقوم عزيز الطالب بتوصيل النقاط وهذا يكون منحنى الاقتران قاف السين يساوي نصف السين لنرى معا أهم خصائص الاقتران قاف السين يساوي نصف السين أولا لنرى ما مجال الاقتران المجال هو قيم سين التي نعوضها في الاقتران نلاحظ هنا أن المجال عزيز الطالب يساوي جميع الأعداد الحقيقية أي ح ماذا عن المدى؟ المدى هو مجموعة الصور الناتجة من الاقتران ما هو المدى؟ أحسنتم مدى الاقتران الأسي هو مجموعة الأعداد الحقيقية الموجبة ثانيا ماذا عن نقطة التقاطع مع محور الصادات؟ نرى هنا في التمثيل أن نقطة التقاطع هي صفر وواحد وأيضا نرى أنه كلما زادت قيمة سين تقل قيم صاد المناظرة لها سالب واحد مع الاثنان الصفر مع الواحد الواحد مع النصف أي تقل قيم صاد المناظرة لنرى معا ما علاقة الاقتران قاف السين يساوي اثنان أسين مع الاقتران ها السين يساوي نصف أسين نلاحظ عزيز الطالب أن الاقتران قاف السين يساوي اثنان أسين هو إنعكاس في محور الصادات لمنحنى الاقتران ها السين يساوي نصف أسين لنثبت معا ذلك جبريا ها السين يساوي نصف أسين حسب قوانين الأسس تصبح واحد أسين على اثنان أسين واحد أسين تساوي واحد على اثنان أسين وبحسب قوانين الأسس عزيز الطالب تصبح اثنان أسالب سين إذن ها أسين نصف أسين تساوي اثنان أسالب سين ومن السلب هنا هي إنعكاس في محور الصادات للإقتران قاف السين يساوي اثنان أسين لنتأمل عزيزي الطالب منحنى الإقترانات التالية قاف السين يساوي نصف أسين ها أسين يساوي ثلث أسين ولام السين يساوي ربع أسين نلاحظ هنا عزيزي الطالب أن الأساس ألف يقع بين الصفر والواحد بشكل عام يكون الصورة العامة للإقترانات التالية قاف السين تساوي ألف أسين وألف تقع بين الصفر والواحد لنرى بعض أهم الخصائص المشتركة بين هذه الإقترانات أولاً المجال هنا فيهم جميعاً هو مجموعة الأعداد الحقيقية حا لنرى ماذا عن المدى المدى كما نلاحظ هنا جميع الأعداد الحقيقية الموجبة أي حاع الموجب ولقطة التقاطع مع محور الصادات هنا النقطة صفر واحد وأيضاً هنا النقطة صفر واحد وفي لام السين ربع أسين أيضاً صفر وواحد إذن نقطة التقاطع مع محور الصادات هي النقطة صفر وواحد وأخيرا عزيز الطالب كلما زادت قيمة سين كما تلاحظ تقل قيمة صاد المناظرة لها وهذه هي أهم خصائص الاقتران قافي السين يساوي ألف السين عندما ألف تكون بين الصفر والواحد ننتقل الآن عزيز الطالب إلى النشاط السابع أكمل الفراغات في الجدول التالي أولا الاقتران هالسين يساوي ثلاثة أسين ثلاثة أس ثلاثة أحسنتم سبع وعشرون ثلاثة أس اثنان تساوي تسعة رائعين عندما سين تساوي واحد ثلاثة أس واحد تساوي ثلاثة أس صفر تساوي واحد ثلاثة أس سالب واحد أحسنتم تساوي واحد على ثلاثة ثلاثة أس سالب اثنان تساوي التوسع وثلاثة أس سالب ثلاثة تساوي واحد على سبعة وعشرون ماذا عن الاقتران؟ قاف السين يساوي ثلاثة أس سين زائد اثنان ثلاثة أس سين أوجدناه بالتالي الصورة تكون بإضافة اثنين ثلاثة أس ثلاثة سبعة وعشرون زائد اثنان تسعون وعشرون ثلاثة أس اثنان تسعة زائد اثنان إحدى عشر ثلاثة أس واحد ثلاثة زائد اثنان خمسة ثلاثة أس صفر واحد زائد اثنان ثلاثة ثلاثة أس سالب واحد ثلث زائد اثنان إثنان وثلث ثلاثة أس سالب إثنان توسع زائد إثنان إثنان وتوسع وأخيرا ثلاثة أس سالب ثلاثة واحد على سبعة وعشرون وإثنان تساوي وإثنان وواحد على سبعة وعشرون لنمثل منحنى الاقترانات التالية على نفس المستوى الدكارتي ونلاحظ هذا عزيز الطالب تمثيل كل من الاقترانين قاف السين وهالسين ماذا تلاحظ العلاقة بين هذين المنحنيين؟ أحسنت الاقتران قاف السين هو انسحاب للاقتران هالسين بمقدار وحدتين إلى الأعلى يمكنك عزيز الطالب تطبيق جميع التحويلات الهندسية من الإنعكاس والانسحاب التي تعلمتها سابقا على الاقتران الأسي ننتقل الآن إلى المهمة التعليمية والذي أتمنى منك عزيز الطالب أن تقوم بحلها أولاً أستخدم منحنى قاف السين يساوي ها السين والتحويلات الهندسية المناسبة لرسم الاقترانات الآتية ألف قاف السين يساوي ها السالب سين با قاف السين يساوي ثلاثة ناقص ها السين جيم قاف السين يساوي ها أس سين ناقص واحد ثانياً أجد قيمة كل من ألف وبا لمنحنى الاقتران قاف السين يساوي ألف ضرب ثلاثة أس سين زائد با الذي يمر بالنقطتين واحد ثلاثة وصفر اثنان إلى هنا عزيز الطالب وصلنا إلى نهاية هذا الموقف التعليمي على أمل أن نلقاكم في موقف جديد مع السلامة وبأمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر